بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم في فيديو جديد في حلقة النهاردة ان شاء الله هنتعلم أغلب الكلمات والجمل اللي ممكن نحتاجها داخل السوبر ماركت من خلال محدثة جاهزين؟ يلا نبدأ تابعوا الفيديو للنهاية وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك لو محتاج أي أطعمة أو مشروبات أو مستلزمات في المنزل فيجب أن تذهب إلى مطجر البقالة مطجر البقالة هو كلمة سوبر ماركت الأيام دي أصبحت مش مستخدمة كتير بنستخدم بدلها أو طيب محل البقالة أو بيكون مقصتم إلى أجزاء أو أقسام أقسام يعني طيب تعالوا كده نعمل جولة داخل ونشوف الموجودة جواه أولا the produce section the produce section يعني قسم المنتجات الزراعية يعني fruit and vegetables الفاكهة والخضروات produce قولوا معايا produce ده طبعا في اللهجة الأمريكية in British English اسمها produce produce أوكي إذن ده the first section in a grocery store بعد كده عندنا the meat section قسم اللحوم هنا بنقدر نشتري اللحوم أو الدواجن الطازجة يعني مش متسوية وقسم آخر بيخص frozen foods frozen foods الأطعمة المجمدة وأثناء جولتك داخل مدجر البقالة أكيد هتقابل the bakery section يعني قسم المخبوزات هنا بنشتري الخبز then we have the snacks and drinks section قسم الوجبات الخفيفة والمشروبات وكمان هيقابلك the cleaning supply section جزء مستلزمات التنظيف وكمان هيقابلنا the daily section daily section قسم الأكل الجاهز الأكل الجاهز زي اللحوم الجاهزة زي luncheon meat أو اللحوم المدخنة وكمان الجبن اللي بتكون متقطع وجاهزة أو send out شات الجاهزة وآخر section بيقابلنا في أي grocery store هو the dairy section قسم منتجات الألبان هنا ممكن نشتري milk yoghurt butter eggs منتجات الألبان بصفة عامة كده نكون نتعرفنا على أهم الأقسام الموجودة داخل أي grocery store أو مطجر بقالة تعالوا دلوقتي ننتقل للمحادثة داخل مطجر البقالة المحادثة بتدور بين أم a mother or a mom and her daughter وابنتها اللي اتنين طبعا بيشتروا مستلزمات من المطجر وفي طريقهم أكيد هيتعملوا مع البائع وفي النهاية هيوصلوا عند الكاشير ويحسبوا تعالوا نسمع المحادثة ونرجع مرة تانية بس قبل ما ننتقل للمحادثة من فضلكم اعملوا للمحادثة 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 وفي موقف آخر ممكن نتعرض لداخل متجر البقالة ولازم نعرف ازاي نتعامل معي مثلاً لو اشترينا أي شيء وللأسف وجدنا أنه فاسد نعمل إيه؟ إزاي نرجعه؟ تعالوا نسمع الجملة دي هنا بنفترض أني اشتريت علبة الجبنة في نفس اليوم ولكن لاحظت أنها رانسد رانسد يعني زنخ أو فاسد ممكن نستخدم بدلها راتن أو ستينكي كل ده معناه أن الشيء أصبح فاسد ولذلك احتكت أني أرجعها يرجع الشيء بدل باكت تشيز تقدر تستخدم أي شيء هتشتريه وعاوز ترجعه وبدل كلمة رانسد ممكن تستخدم أي صفة أخرى تدل على أن الشيء غير صالح للاستخدام وأهم فعل يعيد الشيء أو يرجعه ولكن هو إيصال النقدية أو الفاتورة اللي بتكون اشتريت بيها الأشياء قبل كده وكده أعتقد مش هنلاقي أي صعوبة في التعامل داخل أي جروسري ستور إننا عرفنا معظم الجمل والمفردات اللي ممكن نحتاجها بشكر كل اللي بيدعم القناة وبيعمل لايك وأنا مش عاوز أزعادكم كل مرة وأطلب منكم تعملوا لايك ولكن للأسف الفيديو لو ما أخدش لايك كتير بيموت يعني مشاهداته بتكون قليلة وما بينتشرش شكرا وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد شكرا